اشتركوا في القناة قمنا بهذه الجلسات والحصص التكوينية أو اللقاءات التكوينية الذي سبق وأن التقينا فيه مع إخواننا في سلك طبي الجانب الصحي مع سيد وزير الصحة مشكورا والآن التقينا مع الجانب الديني والإرشاد والوعظ والفتوى حتى نحسس إخواننا العيمة بأهمية ما يقومون به في هذه البعثة من حيث التحضير النفسي والتحضير الروحي والتحضير العلمي والفقهي خاصة المرافقة الميدانية سواء كان في أداء العمراء أو في الزيارات في المدينة المنورة وكذلك التواجد الحفيف داخل العمائر أو داخل الخيام في مينان أو في التنقلات داخل الباصات المرشد سواء إمام أو غيره يسعى دائما إلى راحة الحاج لأن الحاج بحاجة إلى مجموعة من الطاقات طبيب وحماية مدنية وتوجيه ديني كذلك تنظيم إداني مسبق هذا الأمر في الحقيقة مما يشرفنا ومما يسعدنا أن نكون ضمن هذه الثلة التي تخدم الحجج التوجيه سيكون من جانب الفقهي ومن جانب الأخلاق يعني الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الحاج أو الحاجة بصورة عمة والآداب التي ينبغي أن يكون عليها حتى يمثل الجزائر أحسن تمثيل مدام أن كل جزائر في البقعة المقدسة هو عبارة عن سفير لوطنه هذا من جهة كذلك التوجيه والمرافقة الفقهية بشرح وبيان المناسق الحج والأحكام كل نسوك على حدا